عمالنا عندنا كرال هنساعدهم في الدراسة وهنكون حلقة الواصل تمام فكرة بنا نعمل كرال الاقرب لهذه الفئة ولي بيفكر فيه اللي بيسمعني دلوقتي ممكن يكون الرسم وممكن يكون حاجة يدوية لكن مش حاجة محتاجة انه يكون بيسمعني وكمان لازم يعبر بكلامك طريق صعب خليني بس ديني عايزة اسألك عليمني من بارح هقول لك ليه اول حاجة انا بحس جدا ان السم هي بتسألني بتقولي ازاي يعني انا فكرت ان يبقى فيه كرال يعني دي حاجة بعيدة شوية عن السم علشان السمع ضعيف فازاي يعني ايه السبب سبب اني انا بؤمن بهم يعني انا عندي ايمان بهم ان هما هما يقدرون قادرون اول حاجة هما قادرون ده حقيقي جدا ده اول حاجة تاني حاجة هم عندهم احساس قوي جدا يعني اقوى مننا كلنا انا شوفت التفاعل مع الموسيقى يعني اتماما يبقى بتعرض معنا دلوقتي انا شوفت التفاعل مع الموسيقى واللي اثر في كل الموجودين بلا استثناء عايزة اقولك اثر في كل الموجودين انا طول الوقت بشتغل على احساسهم بشتغل على احساس الاول طبعا بيبقى في صعوبة لاني الاغنية فيها لغات كتير كلها الترجمة وبعدين ترجمة اشارة فبنركز الاول في الاشارة بعد ما الاشارة بتتحفز مية في المية بنبتدين نركز على الاحساس هم مجرد ما فهموا الكلام احساسهم بيطلعوا لوحده يعني الفرق بين احنا المتكلمين بين الشعر وبين الاغنية اللي احنا اللي هو مش موجود عندهم فمتعودين ان بتكون الترجمة في اي اغنية او ترنيمة او اي حاجة زيها زي الكلام حد بيبقى واقف ولما تيجي موسيقى يقعد يعمل كده كان فيه اقاع كانوا بيعملوا حركة فطبعا الكلام ده مش هيوصل لهم الاحساس الترنيمة فين يعني مجرد ما عملوا كده ده خلاص حاجز هم ممكن يفتكرو ان هو بعيد عنهم ما خلتيش حاجة تبقى لأ نحن قادرون ايوه بالزبط كده فبقت الكلمة ليها لحن يقدروا يمشوا عليه يقدروا يشوفوه فيطلعوا احساسهم هم يعملوا لحن للكلمة حسب ما احساسهم يطلعوا